استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت حول المؤشرات العالمية لقياس سرعات الانترنت لشهر يناير الماضي وأشار التقرير إلى أن المؤشر أوكلا كاشف عن تربع مصر على عرش القارة الإفريقية في متوسط سرعات الانترنت الثابت لتحتل المركز الأول إفريقيا بعد أن كانت مصر في المرتبة رقم 40 من 43 دولة كما تطرق تقريره إلى جهود الوزراء في السنوات الأخيرة لتنفيذ خطط عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية اعتمادا على كبلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية